اشتركوا في القناة كفل زكريا مريم بنت عمران والدة عيسى عليه السلام وكانت مريم بنت عمران عابدة صالحة تصلي دائما وتتعبد في المحراب وكان كلما دخل عليها سيدنا زكريا المحراب وجد عندها رزقا كثيرا من الطعام والشراب ومن أين لها هذا الطعام والشراب؟ لذلك سألها سيدنا زكريا يا مريم من أين لك هذا؟ أجابته مريم العذراء ومن عند الله يرزق من يشاء بغير حساب تعجب سيدنا زكريا فهذه الفواكه الموضوعة أمام مريم العذراء كانت في غير أوانها فكنت تجد لديها فاكهة الصيف والشتاء معا وهذه من كرامات الأولياء فكر سيدنا زكريا وقال في نفسه إن الله القادر على أن يأتي لمريم بفاكهتي الصيف والشتاء قادر على أن يهبني غلاما في هذا السن فدعا سيدنا زكريا ربه وناجاه ليلا قائلا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا رب إني أعلم أنك مجيب الدعاء رب إني أخاف أن يعصيك بنو إسرائيل بعدي رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب الحكم والنبوة واجعله رب رضي وظل سيدنا زكريا يناجي ربه ويدعوه فالله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء الذي لا يمل ولا ييأس من إجابة الله جلت قدرته لدعائه كان سيدنا زكريا يشعر بحاجته للولد حتى لا يغير ويبدل بنو إسرائيل بعده شيئا وحتى يكون ولده وارثا له في النبوة يأمر قومه بعبادة الله وطاعته وينههم عن الشرور والمعاصي فاستجاب الله لدعائه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله يبشرك بيأيان صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم وما معنى حصورا يا جدي؟ حصورا أي ممنوعا من النساء فهو لم يقم بخطيئة أو هم بها فرح سيدنا زكريا بإجابة الله جلت قدرته لدعائه بأن يهب له ولدا صالحا ولكنه تعجب في نفس الوقت أن يكون له ولد وقد تجاوز السابعة والسبعين من العمر فقال ربي كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي في شبابها عاقرا وقد أصبحت كبيرا طاعنا في السن فكانت إجابة الله عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا جاءت إجابة الله جلت قدرته واضحة وقاطعة لكل تساؤلات سيدنا زكريا فلا تعجب يا زكريا أني وهبتك يحيا وأنت كبير في السن وزوجتك فوق ذلك عاقر فهذا هين علي فانظر إلى نفسك فقد خلقتك وأوجدتك ولم تكن شيئا مذكورا فهل يصعب علي أن أوجد منك الولد وأنت شيخ كبير إن الله على كل شيء قدير قال زكريا رب اجعل لي آية وعلامة على وقت حمل زوجتي مني بهذا الولد فأوحى له الله سبحانه وتعالى قل آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فاعتر السكوت زكريا عليه السلام فلم يكلم الناس ثلاث ليال وكان من يسأله حاجة يجيبه بالرمز والإشارة وكان مع ذلك يدعو الله ويسبحه ولكن لا يستطيع الكلام مع أحد من غير أن يكون هناك مرض أصابه كان ذلك دلالة من الله جلت قدرته لعبده زكريا أن زوجته حملت منه بالغلام الموعود لم ينس سيدنا زكريا وهو في حالته تلك دعوة قومه لعبادة الله فأشار عليهم أن سبحوا الله بكرة وعشية ولدت زوجة زكريا عليه السلام يحيا عليه السلام وقد كان وفق البشارة الإلهية فقد علمه الله تبارك وتعالى الكتاب والحكمة وهو صغير تعالوا بنا نلعب هيا 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 يا يحيا العب معنا أجابه يحيا عليه السلام ما للعب خلقنا ولماذا خلقنا إذن أجابه يحيا عليه السلام خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته واتباع أوامره واجتناب نواهيه وقد ذكر بعض العارفين أن زكريا عليه السلام فقد ابنه يحيا وهو صغير لمدة ثلاثة أيام فلما وجده كان قد حفر قبرا وجلس فيه وهو يبكي تعجب زكريا عليه السلام وقال له يا بني أنا أطلبك منذ ثلاثة أيام وأنت في قبر احتفرته قائم تبكي فيه قال يحيا يا أبتي ألست من أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع الباكين أدرك زكريا حكمة ابنه لذلك قال له ابكي يا بني فبكى الإثنان يا الله ما أشد حكمة يحيا عليه السلام إنه يبكي خوفا من الله العظيم ولقد وصف الرب تبارك وتعالى يحيا عليه السلام فقال عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ودق الله العظيم فقد كان مطيعا لوالديه رؤوفا بهما محبا لهما مشفقا عليهما فكان نعم الإبن لهما وأنت يا أحمد عليك أن تكون كذلك بالطبع يا جدي سأكون دوما مطيعا ومحبا لوالدي بارك الله فيك يا أحمد قد أنعم الله على يحيا بالتسليم عليه في ثلاثة مواطن وهي عند ولادته وعند وفاته وعندما يبعث للحياة مرة أخرى وهذه المواطن من أصعب اللحظات عند الإنسان فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم ويحيا وعيسى عليهما السلام هما أبناء خالات فإن مريم أم عيسى عليه السلام هي أخت أم يحيا عليه السلام فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يحيا بخمسة أمور أن يعمل بها وأن يأمر قومه بالعمل بها ولكن يحيا طباط فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعمل بها فإما أن تبلغها وإما أن أبلغها أجابه يحيا عليه السلام يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذبه أو يخسف بي فجمع يحيا عليه السلام بني إسرائيل في بيت المقدس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة وآمركم بالصيام وآمركم بالصدقة وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا وقد كان سيدنا يحيا متواضعا لا يملك شيئا من متاع الدنيا وكان يلبس الوبر وقد اختلف العلماء في وفاة سيدنا زكريا فمنهم من قال إنه مات موتا عاديا ومنهم من قال إنه قتل قتله أما سيدنا يحيا فقد قتله الملك هيرودس حاكم فلسطين الكافر فقد أحب هذا الحاكم هيروديا ابنة أخيه وقد كانت جميلة جدا فأراد أن يتزوجها وأعلن ذلك بين الناس فلما علم سيدنا يحيا بالأمر أعلن أن هذا الزواج باطل لا تقره الشريعة السماوية وأن ابنة الأخ لا تحل لعمها فغضبت هيروديا من سيدنا يحيا وخافت أن يعطل زواجها من عمها فدخلت على عمها الملك وهي في كامل زينتها فأعجب بجمالها وعذوبة صوتها فقال لها أطلب مني ما شئت يا هيروديا فسوف ألبيه لك سيد الملك لا أريد سوى رأس يحيا بن زكريا فأمر الملك رجاله أن يأتوه برأس يحيا عليه السلام وبالفعل كان ذلك فشفت هيروديا حقدها عليه ولكنها جلبت على نفسها وعلى قومها لعنة الله عز وجل ونقمته إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير من العبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر